مماس منحنة القطع المكافئ لو كان عندي قطع مكافئ بهذه الطريقة هذه البؤرة F وهذه الرأس هذا محور التماثل محور التماثل يعني يقسمه إلى جزئين متطابقين بعدين عندي نقطة على القطع نفسه خلينا نسميها P بعدين رسمت مماس للقطع المكافئ من النقطة P بهذه الطريقة حلاحظيش أنه دائما المسافة من البؤرة إلى النقطة حتساوي المسافة من البؤرة إلى نقطة تقاطع المماس مع محور التماثل يعني هذه القطعة حتساوي هذه القطعة حتى لو كان عندي نقطة ثانية مثلا هنا سميها M لو من M جيت رسمت مماس للقطع المكافئ بعدين من النقطة رسمت قطعة مستقيمة إلى البؤرة قطعة مستقيمة إلى نقطة تقاطع المماس مع المحور حلاحظي أن هذه القطعة تطابق هذه القطعة يعني من أي نقطة على القطع لو رسمت مماس حلاحظي هذه المسافة تساوي هذه المسافة وهذا الكلام برضو ينطبق على هذه النقطة أو أي نقطة ثانية لو رسمت مماس هلاقي هذه القطعة الطابق طيب خلينا نشوف كتابة معادلة مماس منحنة القطعة المكافئ هنا يقول لي أكتب معادلة مماس منحنة القطعة المكافئ وعطاني معادلة القطعة المكافئ عندنا نقطة P طيب نشوف أن القطعة المكافئ عندنا Y هي اللي تربيع يصير المعادلة في الصورة القياسية حتكون Y ناقص K بقى لكل تربيع يساوي 4C X ناقص H طيب ناخد هذه المعادلة نحطها في الصورة القياسية حيكون عندي Y تربيع يساوي بعدين X موجب ثلاثة هذه ناخدها الناحية الثانية تصير سالب ثلاثة وبس وهذه هي المعادلة طيب أحسن طريقة أن نرسم هذا القطعة المكافئ عشان نشوف كيف نرسم المماس طيب خلينا نطلع بعض خصائصه خلينا ناخد الرأس على طول مباشرة نطلعه الرأس هيكون ثلاثة وهنا صفر يعني ثلاثة وصفر وقبل كده طبعا الاتجاه لأن نشوف هنا عنده Y هي لتربيع وهنا C بالموجب صراحة يكون مفتوح لليمين بعد كده أجيب البؤرة شوف خلينا أرسمه تقريبيا الرأس عن ثلاثة وصفر يعني هنا بعدين البؤرة هتجي على اليمين هنا لأنه مفتوح لليمين وهذه المسافة هتكون C صراحة نجيب البؤرة إحداثة الـ X هأضيف عليه C طب خلينا أجيب الـ C شوف هنا عندي واحد هي اللي تساوي أربع C يعني هقول أربع C تساوي واحد يعني C تساوي ربع صراحة إحداث الـ X هذا ثلاثة أضيف عليه ربع يصير ثلاثة وربع طبعا إحداث الـ Y نفسه ثابت اللي هو الصفر يعني القطع يكون بهذه الطريقة طيب دائما نفتكر إيش يبغى في السؤال في السؤال يبغى معادلة المماس عند هذه النقطة اللي هي 7 و 2 صراحة لنا أحط النقطة لو قلنا مثلا هذه إحداث الـ X 7 7 و 2 هتكون هنا تقريبا هذه النقطة 7 و 2 يعني عند هذه النقطة هأرسم مماس للقطع المكافئ بهذه الطريقة هيقطع محور X عند هذه النقطة وأنا أبغى معادلة هذا المماس هذا اللي أبغى يصير الآن أبغى أجيب معادلة هذا المستقيم اللي مرسم باللور الأحمر بس عندي نقطة واحدة عليه نقطة واحدة ما تكفي أني أجيب معادلة المستقيم أحتاج نقطة ثانية طب تعال نشوف كيف نجيب النقطة الثانية على المستقيم أنا أعرف أنه المسافة من البؤرة للنقطة للقطع المكافئ هتساوي المسافة من البؤرة إلى تقاطع المماس مع المحور يعني هذه القطعة هتطابق هذه القطعة وافتكر أنا أبغى معادلة المماس معادلة المستقيم الأحمر عشان أكتب معادلة مستقيم أحتاج هيش زي ما قلنا أحتاج نقطة ثان أو ميل ونقطة طيب أنا أعرف نقطة على المستقيم الأحمر هذا ثالث نقطة ثانية ممكن أعتبر أنه هذه هي النقطة الثانية على المستقيم بس ما أعرف حداثياتها أعرف إحداث ال-Y لها إحداث ال-Y بصفر لأنها على المحور X بإحداث ال-Y لها بصفر بس كيف أجيب إحداث ال-X؟ شوف أنا أعرف إحداث ال-X لهذه النقطة إحداث ال-X للبؤرة وهو طلعناه كم؟ ثلاثة وربع وأنا أقدر أجيب هذه المسافة مثلاً لو سمينا هذه المسافة D دي حتى تساوي المسافة بين النقطتين إيش هي؟ قانونها الجذرة التربيعي فرق إحداثيات ال-X تربيع زائد فرق إحداثيات ال-Y تربيع يصر خلينا أجيب المسافة من هذه النقطتين بين النقطة اللي على القطع المكافئ اللي هي على المماس وبين البؤرة البؤرة أعرف إحداثياتها اللي هي ثلاثة وربع وصفر طيب خلينا أجيب المسافة بين هذه النقطتين سمي هذه النقطة الثنين وهذه النقطة واحد صار المسافة حتكون الجذرة التربيعي X الثنين اللي هي سبعة ناقص X واحد اللي هي ثلاثة وربع كل تربيع زائد Y الثنين اللي هي ثنين ناقص Y واحد اللي هي صفر يعني 2 تربيع هذه لو حسبتها ستطلع 4 وربع يصر هذه المسافة 4 وربع اللي هي تساوي هذه المسافة يعني هذه المسافة برضو 4 وربع يصر أن إحداث الـ X عند هذه النقطة أطرح منه 4 وربع أوصل لهذه النقطة يصر نقول تقاطع المماس مع محور التماثل قلنا إحداث الـ X هنا كيف نجيبه إحداث الـ X للبؤرة نطرح منه 4 وربع إحداث البؤرة هو 3 وربع نطرح منه 4 وربع هيعطيني سالب 1 يصر إحداث الـ X هنا سالب 1 وإحداث الـ Y صفر اللي عندني على محور الـ X يصر هذه هي النقطة الثانية على المماس أنا عنده النقطة الأولى اللي هي 7 و2 زي ما قلت عشان أكتب موادلة مستقيم أحتاج نقطتين خلاص عندي نقطتين أقدر أكتب معادلة مستقيم خلينا أحطوا النقطتين اللي هم 7 و2 وسالب 1 وصفر صيغة مادة المستقيم اللي هي Y-Y1 يساوي M الميل في X-X1 نجيب الميل الميل هو فرق إحداثيات الـ Y على فرق إحداثيات الـ X لو سمينا هذه النقطة 2 وهذه النقطة 1 فرق إحداثيات الـ Y 2 ناقص صفر اللي هي 2 على فرق إحداثيات الـ X 7 ناقص سالب 1 اللي هي 8 نبسط تطلع 1 على 4 هذا هو الميل خلاص نحوض في معادلة المستقيم صار عندي Y وأخذ هذه النقطة Y1 بالصفر سيساوي M اللي هي ربع في X ناقص X1 اللي هي سالب 1 سالب مع سالب صار موجة ب1 صار عندي Y يساوي ربع في X زائد ربع هذه هي معادلة الممس أنا يقول لي أكتب معادلة الممس منحان القطع المكافئ وأعطاني هذا القطع قال لي عند هذا النقطة طب نشوف معادلة القطع المكافئ شوف عندي الـ X هي اللي تربيع يصير معادلة بالسلق يسيحة تكون X ناقص H تربية يساوي 4C في Y ناقص K طيب ناخد المعادلة لو نرتبها صار عندي 4X تربية يساوي Y والأربعة تيجي هنا بالسالب صار سالب 4 بس شوف ما هي في الصورة القياسية في الصورة القياسية عندي معاملة X لازم بواحد دائما طيب نقسم هنا على أربعة وهنا على أربعة صار عندي X تربية A تساوي ربع في Y ناقص أربعة خلاص صارت في الصور القياسية خلينا نطلع للخصائص الأساسية عشان نرسمها بطريقة تقريبية عند الاتجاه شوف الـ X هي لتربيع وهنا C بالموجب صار حيكون مفتوح لأعلى بعدين الرأس هنا صفر وهنا أربعة يعني صفر وأربعة والبؤرة لو جين رسمناها تقريبيا الرأس حين صفر وأربعة يعني هنا هو مفتوح لأعلى يعني حتكون البؤرة هنا والمسافة من الرأس للبؤرة هي C وهذه البؤرة F طيب خلينا نجيبها C عندنا هنا ربع يعني أربعة C تساوي ربع يعني السي حتساوي واحد على ثمانية يعني من الرأس هذا طلعنا فوق بمقدار واحدة لثمانية يعني البؤرة إحداث الـ X ثابت بعدين إحداث الـ Y حنضيف عليه واحدة لثمانية يصير أربعة فاصلة واحد اثنين خمسة طيب افتكر إحنا نبغى معادلة المماس عند هذه النقطة سالب واحد ثمانية نحطها هذه سالب واحد وثمانية حتكون النقطة هنا تقريبا يعني القطع المكافحة هيكون بهذا الطريق وهذا المماس من هذه النقطة مماس للقطع بعدين عندي من النقطة للبؤرة هذه المسافة ستساوي هذه المسافة من البؤرة لنقطة التقاطل يعني هذه القطع ستساوي هذه القطع طيب أنا أبغى أطلع معادلة المماس يعني الخط الأحمر عندي عليه نقطة اللي هي سالب واحد وثمانية والنقطة الثانية وهذه البؤرة اللي هي صفر واربعة فاصلة واحد ثان خمسة وهذه المسافة تساوي هذه المسافة أحتاجها عشان أطلع هذه النقطة طيب نجيب هذه المسافة المسافة من النقطتين ستساوي الجذر التربيعي فرق إحداثيات الـ X تربيع زائد فرق إحداثيات الـ Y تربيع وهذا القانون تجيب المسافة بين أي نقطتين أفرط هذه النقطة واحد وهذه اثنين صاري عندي الجذر التربيعي عندي صفر ناقص ناقص واحد صار واحد تربيع زائد هنا عندي أربعة فاصلة مية خمسة وعشرين ناقص ثمانية هيكون سالب ثلاثة فاصلة ثمانية سبعة خمسة تربيع هذه لو حسبته هتطلع أربعة فاصلة صفر صفر اثنين هذه طول هذه المسافة اللي هو نفسه طول هذه المسافة صار من هذه النقطة أنا هتحرك هذه المسافة عشان أوصل لهذه النقطة صار أقول أنه تقاطع الممأس مع محور التماثل إحداث الـ Y للبؤر اللي هو أربعة فاصلة مية خمسة وعشرين أطرح منه هذا الطول اللي هو أربعة فاصلة صفر صفر اثنين هيعطيني صفر فاصلة واحد اثنين ثلاثة صر حداث النقطة هذه صفر صفر فاصلة واحد اثنين ثلاثة خلاص صار عندي نقطتين على الممأس هذه النقطة وهذه النقطة أقدر أجيب معادلة الممأس صار معادلة الممأس هتكون Y ناقص Y واحد اللي هي ثمانية هنا هتساوي الميل خلينا نجيب الميل على الجنب فرق إحداثيات الـ Y لو حسبته حيطلع السالب 7.877 على فرق إحداثيات الـ X هنا هيكون بواحد يصر الميل يساوي تقريبا سالب 8 بس عشان نبسط المواضي يصر هنا بدل الميل نحط سالب 8 بدل عندي X ناقص X واحد اللي هي بسالب واحد يعني هذي يصير موجب واحد نرتب المعادلة فعندي Y يساوي بسالب 8 نضربها في X سالب 8X سالب 8 فاحد بسالب 8 بعدين عندي سالب 8 تجي هنا بموجب 8 نبسط حيصر Y يساوي سالب 8 تروح مع موجب 8 ويبقى عندي سالب 8X وهذه معادلة الممات طب نشوف هذا السؤال يلي هذي معادلة القطع المكافئة شوف ال-Y هي اللي تربيع صار الصورة القياسية حتكون Y ناقص K لكل تربيع ساوي 4C في X ناقص H ناخد هذه المعادلة وارتبها صار عندي Y تربيع على 4 بالسالب ساوي X الخمسة تروح الطرف الثاني سالب 5 دائما قلنا معاملة Y تربيع لازم يكون واحد صار هنا نضرب الطرفين في السالب 4 صار الطرف الأول Y تربيع يساوي سالب 4 في X ناقص 5 وهذه صارت المعادلة في الصورة القياسية طب هذا اتجاهه فين حيكون شوف عندي السي بالسالب وال-Y هي اللي تربيع صار حيكون مفتوح لليسار والرأس حيكون عند 5 وصفر 5 وصفر والبؤرة عشان نعرفها نرسم القطع الرأس عند 5 وصفر يعني هنا وفتوح اليسار يعني البؤرة حتكون هنا تكون رسمته بهذا الشكل تقريبا وهذه المسافة بين الرأس والبؤرة C طب خلينا نجيب C 4C تساوي سالب 4 يعني C بسالب 1 يصر البؤرة حتكون إحداث ال-X هنا نجمع عليه C يعني سالب 1 عشان نوصل للبؤرة يعني حتكون بأربعة وإحداث ال-Y طبعا ثابت اللي هو صفر طيب وقال لي المماس عند هذه النقطة 1 وسالب 4 هذا 1 وهذه سالب 4 حتكون هنا يعني هذه النقطة 1 وسالب 4 والمماس حيزي بهذه الطريقة يصر نقطة التقاطع مع المحور حتكون هنا ونعرف أنه هذه المسافة حتساوي هذه المسافة طب خلينا نجيب هذه المسافة دي دي حتساوي الجدرة التربيعي فرق إحداثيات ال-X نسمي هذه واحد ونسمي هذه اثنين 4 ناقص واحد بثلاثة تربيع زائد فرق إحداثيات ال-Y 0 ناقص ناقص أربعة تصير موجة بأربعة تربيع وهذه ستساوي لو حسبتها خمسة يعني هذه المسافة خمسة وهذه المسافة خمسة طيب صر خلينا نجيب تقاطع المماس مع محور التماثل شوف هذه النقطة اللي هي البؤرة اللي إحداث ال-X عندها بأربعة هنضيف عليه خمسة لشنوصل لنقطة التقاطع صرح نقول زائد خمسة ساوي تسعة يصر إحداث ال-X هنا بتسعة وطبعا ال-Y بصفر خلص صارت عندي نقطتين على المماس أقدر أجيب المعادل صر معادل المماس هتكون Y واختار هذه النقطة ال-Y واحد هنا بصفر صرح ما أحض شيء بعدين يساوي الميل أجيب الميل فرق إحداث ال-Y 0 ناقص ناقص أربعة بأربعة الفرق إحداث ال-X 9 ناقص واحد بثمانية يعني الميل بنص يصر هنا أحط نص بعدين عندي X ناقص X واحد يعني بتسعة أبسط Y يساوي نص في X سالب نص في 9 اللي هي 9 على 2 وهذه هي معادلة المماس إذا إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغي تشوف تكملته زور نفو واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا ترجمة نانسي قنقر